مهم أن نقدم التعزية في نياحة نيافة الحبر الجليل الأنبى أساناسيوس مطران مارسيليا وطولون تنيح بالأمس نيافة الحبر الجليل الأنبى أساناسيوس وهو زي ما قلت لحضراتكم مطران مارسيليا وطولون في فرنسا الحقيقة أن الأنبى أساناسيوس تنيح عن عمر بيتجاوز التسعين سنة قضى منهم تقريبا خمسين سنة في الخدمة بمختلف أشكالها نيافة الحبر الجليل هو من موليد فرنسا سنة 1933 ترهب في دير الأنبى بشويف ودي النطرون وفيما بعد تم رسمته كأسقف مساعد سنة 1974 بعد كده سنة 1994 أصبح أسقف عين ولكن تم تجليسه أسقفا للأقباط الفرنسيين في يوليو 2013 واترسم مطران لمارسيليا وطولون في فبراير 2016 طبعا بنعزي كل شعب إبارشية ومطرانية مارسيليا وطولون في نياحة نيافة الحبر الجليل الأنبى أساناسيوس وأيضا الكنيسة وقداسة البابا توادرس الثاني نعو نيافة الأنبى أساناسيوس نعت الكنيسة في بيان رسمي وقداسة البابا توادرس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة يودعون على رجاء الكيامة المطران الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبى أساناسيوس مطران إبارشية مارسيليا وطولون بفرنسا والذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة عن عمر مديد بلغ أكثر من تسعين سنة عيش منها ما يقرب من نصف قرن أبا وراعيا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدم خلالها مثالا يحتذى في التقوى ونقاوة القلب لقد أحب نيافة الأنبى أساناسيوس الرب من كل قلبه وقدرته فكرس نفسه له وسعى بحثا عن طريق الكمال ووضعا أمامه كلمات الوحي الإلهي واستكملت الكنيسة في بيانها كوضع أمامه كلمات الوحي الإلهي كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة نثق أنه استراح من أتعاب الجسد وأنه يتهلل الآن في نياح وراحة في فردوس النعيم خالص العزاء لمجمع كهنة باشرياته وشعبها ولكل أبنائه ومحبيه